السلام عليكم وعزائي طلاب وطالبات الصبه الث childcare متوسط عن ساتزايد اللامي مدرس مادة الكيمياء سassemble المُراجعة عن مركز الكيمياء الصبه الث كاملكة الأرض Ohgood سنقوم بعمله بالحقيقة هذا الفصل سوف نشعل الأضوية بشغلات أساسية وبسيطة كل ما انتبهوا يا راح على خصفتها بصورة مبسطة وسهلة كالتال نجي أول شي نعرف ما هي الكيمياء العضوية شنو المقصود بالكيمياء العضوية يجيك في الوزارة تعريف عرف الكيمياء العضوية الكيمياء العضوية هي طرع من فروء علم الكيمياء طرع من فروء علم الكيمياء كيف تختص فضلك. الت geçمي الذي ينحظم على الكاربون والهيدروجين غيري روجين إضافه إلا الاكسجين والنيتروجين والكيبريت إذن الكيمياء العضوية فرع من فروء علم الكيمياء. علم الكيمياء له أكثر منани الإقراب عندي فرع للكيمياء الحياتيه. عندي الكيمياء الفيزياء. الفيزيائيه عندي الكيمياء اللاعبية وكيمياء الحياتية او الكيمياء التحليلي ايضا ادنى الكيمياء العضوية احنا راح ناخد الكيمياء العضوية فهي فرع من فروع علم الكيمياء تختص بدراسة المركبات المركبات اللي تكون حاوي على كاربون وهيدروجين اضافة الى شنو الاوكسجين والنيتروجين والكبير اذا اساس الكيمياء العضوية هو الكاربون والهايدروجين اي مركب تلقي بكاربون وهيدروجين هو مركب أضوي قد يحتوي على أوكسجين ونيتروجين وكبريتس هاي المركبات الأضوية شاستفاد من عنده يجيني السؤال بالوزاري ما أهمية المركبات الأضوية في حياتنا أولا كل أصناف المواد الغذائية للإنسان هي بروتينات ودهون وكاربوهيدرات وهي مركبات أضوية المواد اللي يتناولها الإنسان اللي يتغذى عليها الإنسان هي أصلا مواد أضوية مثل هاي البروتينات اللي موجودة باللحوم والدهون والكاربوهيدرات كاربوهيدرات مثلا تجاهها البطاطا هذن يكون هم مركبات أضوية ثانيا المنتجات الطبيعية القطن والحرير والورق هي مركبات أضوية إذن عند القطن والحرير والورق هي أيضا مركبات أضوية من أجل التركيب مال قطن والحرير والورق راح ألقا يحتوي على كاربون وهايدروجين ثالثا الوقوت كالنفط والغاز الطبيعي عند النفط والغاز الطبيعي والخشب هي مركبات أضوية النفط والغاز الطبيعي والخشب أيضا هي مركبات أضوية رابعا وأخيرا الأقاقير الطبية والفيتامينات والإنزيمات هي مركبات أضوية الدول اللي تناول اللي ناخذه هي مركبات أضوية الفيتامينات اللي ناخذه أيضا هي مركبات أضوية والإنزيمات اللي موجودة بالجسم هي مركبات أضوية إذن أهمية المركبات الأضوية تكمن في هذه الأربع نقاط مهمة سؤال كيف يتم الكشف عن وجود غاز CO2 طبعا كل الكشوفات عندك بالكتاب مهمة هذا الكشف عن غاز CO2 شون اكشف عن غاز CO2 طبعا هاي جينو على سئلة هم تجيك مهمة كلش مهمة فركز عليها طبعا راح اساوي محاضرة كاملة تختص فقط بالكشوفات يعني فيديو كامل بس الكشوفات اللي داخل عدكم بالوزارة يتم الكشف بامرار غاز CO2 انا اريد اكشف عن غاز CO2 امرر غاز CO2 وين امرر هذا الغاز CO2 على محلول هيدروكسيد الكاليسيوم سيخته هيدروكسيد الكاليسيوم C-A-O-H-B-I-2 هذا هيدروكسيد الكاليسيوم امرر هذا CO2 على هيدروكسيد الكاليسيوم اللي هو شسمه هيدروكسيد الكاليسيوم ما اتجير نلاحظ تعكر المحلول المحلول مع الهيدروكسيد الكاليسيوم بعد ما مررنا عليه غاز CO2 راح يتعكر طبعا المحلول الرائق يتعكر بسبب شنو ليش يتعكر بسبب جواب تكون راسب اي بيض من كاربونات الكاليسيوم معادلة الكشف كلش مهمة مني يقول لك اكشف لازم تذكر بيها المعادلة المعادلة هي كالتالي انا داريد امرر الغاز سي او تو هذا السي او تو هو قايل لي الكلام هذا اترجم الى معادلة علي من امرر على هيدروكسيد الكاليسيوم اللي هو ياهو سي اي او اتش طايتو اشي الطيني شوف اشي الطيني بالمعادلة هاي يطيني سي اي سي او ثري هذا تعكر راسب بس يهم لي جواب معناه راسب هذا راسب ابيض تمام عيني السي اي ويه سي او تو رحشي يكون لي سي اي سي او ثري زائدين اش بقالي من المعادة المتفاعلة بقالي اتش تو او تمام عيني طلاب اذا امرر غاز سي او تو على هيدروكسيد الكاليسيوم يطيني سي اي سي او ثري اللي هو هذا يكون راسب ابيض هذا الراسب الابيض دلالة على اه وجود غاز سي او تو زاد اش تو او هذن المركبات العضوية اللي حتيني عليها شنه هي صفاتها شتمتاز اولا كل المركبات العضوية تحتوي على الكاربون بتلكم اياها كل المركبات العضوية تحتوي على الكاربون في تركيبها وهي لها القابلية على الاحتراق مدام بيها كاربون اذا تحترق الكاربون داما مني يحترق يطيني سي او تو او التحلل بالتسخين وخاصة اذ تم تسخينها لدرجة حرارة عالية هاي النقطة الاولى ثانيا غالبا ما ترتبط الضرات في المركبات العضوية باواصر تساهمية الاواصر اللي ترتبط فيها المركبات العضوية اواصر تساهمية يعني مثل الكاربون يرتبط بكاربون هاي الاصره هي ااصره تساهمية يعني يعني الكاربون عندي بهاي الذرة بدي يساهم بالكترون وهذا يساهم بالكترون فهذا تكون لي ااصره تساهمية تجعلها تتفاعل بشكل بطيء مين بيها ااصره تساهمية التفاعل مالتها راح يكون بصورة بطيئة ثالثا الكثير من المركبات العضوية لا تدوب في الماء ولكن تذوب في بعض السوائل العضوية مثل يشكل كحول والايثر والاسيتون ورباع كلوريد الكاربون تذكرون بالفصل الرابع قلنا المذيب العضوي يذوب المادة العضوية هو المركب العضوي شون اذوبة لازم اذوبة في مذيب عضوي مذيب العضوي مثل يشكل كحول ايتر والاسيتون ورباع كلوريد الكاربون المذيب يذيب شبيهه حسب القاعدة اللي تقول المذيب يذيب شبيهه بالفصل الرابع هنا اجي ااخذ الكاربون اختص بالكاربون شغله كله راح يكون بالكاربون من اقول عضوية يعني كاربون العدد الذري ما الكاربون الستة العدد الكتل يثمعاش الرمز الكيميائي سي علل للكاربون تكافأ رباعي واغلى مركباته تساهمية هسا قلت لكم الاصر اللي بتربط كاربون بكاربون هي ااصرة تساهمية ونتيجة وجود هالا الاصرات تساهمية راح يكون تفاعل مركباته العضوية بطيء مزيب ليش تكافأ الكاربون الرباعي واغلى مركباته تساهمية انا اقول لك ليش لانا الغلاف الخارج الثاني غلاف التكافؤ لذرة الكاربون يحتوي اربعة الكترونات اجي اوزع الالكترونات ما هو ستة الكترونات اوزع الالكترونات ما الكاربون وان اس تو تو اس تو تو بي شغيت توف لانا الغلاف الخارج الثاني هذا الغلاف الخارج الثاني تو اس والتو بي اللي يسمونه هو غلاف التكافؤ لذرة الكاربون يحتوي اربعة الكترونات هذن الاربعة الكترونات بالتو اس والتو بي شغيت جمع حين لون جمع حين اربعة الكترونات هذن الاربعة الكترونات تمين المشاركة بها مع ذرات اخرى للوصول الى ترتيب الكتروني مستقر شوف التوبي لازم جد يمتلئ بستة هو جد يمتلئ بثنين فحتى يوصل حالة مستقرة هو ما يقدر يكتسب بعد أربعة ألكترونات صعب عليه ولا يقدر يفقد هذا الأربعة ألكترونات حتى يوصل للحالة المستقرة فش يسوي يساهم به من يساهم به راح يكون أواصر تساهمية تمين المشاركة بها مع ذرات أخرى للوصول إلى ترتيب ألكتروني مستقر وتكوين أربعة أواصر تساهمية هذا الكاربون راح يكون أربعة أواصر تساهمية شلون هذا عندي كاربون بعض حسب لويس ومبي أربعة ألكترونات يعني الألكترونات يمثلها بصورة نقطية واحد مين ثلاثة أربعة شوف حبيبي وتكوين أربعة أواصر تساهمية حيث يصبح أدد الألكترونات المحيطة بذرة الكاربون ثمانية ألكترونات وهي ما يتشبع به الغلاف الخارجي للثاني شوف هاي الألكترونات كل الألكترون راح يكون أصر تساهمية ويا من ويا ذرة كاربون أخرى هاي واحد مين ثلاثة أربعة راح يكون أصر تساهمية شفت أو أربطة ويا من ويا الهايدروجين هذا واحد مين ثلاثة أربعة الهايدروجين بألكترون واحد اللي هو هذا هذا إلكترون واحد هذا هذا إلكترون واحد اللي هو هذا هذا إلكترون واحد اللي هو هذا فراح يكون كم أصر تساهمية واحد مين ثلاثة أربعة الشرح مال هذا هو هذا السقيقية تمام اجي على موضوع جدا مهم والهي اشكال السلاسل الكربونية والاواصل اللي تربط بها ذرات الكربون في مركبات الضيادة مهم وزاري يجيب لك مثلا بالوزاري يقول لك مثال الطيني على السلسلة مفتوحة مستمرة او سلسلة مفتوحة سلسلة متفرعة او سلسلة او مغلقة او حلقي او بعد شون يجيب الكاب السؤال وكيفه نجي على اول شي سلسلة مفتوحة مستمرة يعني ايش تبقى مفتوحة مستمرة شوني تعريفة وهي السلسلة ترتبط فيها ذرات الكربونية ذرات الكربون فيما بينها في المركبات العضوية باواصل تساهمية ترتبط بها ذرات الكربون قلنا ذرة كربون ترتبط بضرة كربون باواصل تساهمية فيما بينها في المركبات العضوية باواصل تساهمية بصورة مفتوحة مستمرة غير متفرعة وتكون مشبعة او غير مشبعة شنو معنى مشبعة او غير مشبعة او غير مشبعة فانا نقول لك نجعل هايدرو كربون المشبع مثلا عندي الميثان الميثان اللي هو الـ CH4 الصيغة البنائية ما لديه جرحت بالـ CH4 هذا الـ CH4 شوف حبيبي هذا مشبع يعني شنو مشبع يعني هاي ذرة الكربون اشبعت بمن؟ بأربع ذرات هايدروجين الكربون قد ارتباطاته أربعة ارتبطت بهن أربعة كاملة بالـ هايدروجين فهي يسمونه مشبه الغير مشبع مثلا عندي الـ Aethinin أو الـ Aethinin هلأ أخذ الـ Aethinin الـ USC2HH4 يعني عندي ذرتين كربون واحد اثنين يرتبطا بيهن شكام هايدروجين أفون ستة 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 C2H6 واحدة اثنين ثاثة أربعة خمسة لا أفون غلب غلب C2H6 C2H6 H4 هو الـ Aethinin هذا الـ Aethinin يوين الآثرة بين الكربون والكربون رح ستكون آثرة تساهمية مزدوجة وترتبط بيهن الـ Aethinin من كل كربون يرتبط بيهن اثنين واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين IC2 وهالـ H4 واحد اثنين ثلاثة أربعة هذا يسمونه غير مشبع ليشني اندرت الكربون ما شبعت كاملة بأربعة هيدروجينات الشبعت بشكلة اخذت بس اثنين فشي يسمونه غير مشبع مثل غير مشبع أيضا عندك مثل الاستنين C3H2 C2 C2 عفوا C2H2 الاستنين درقة الكربون والثاني ترتبط بثلاثة أواصف تساهمية منها هيدروجين ومنها هيدروجين فهاشي يسمونه غير مشبع ليش قلنا غير مشبع لين ما شبعت بأربعة هيدروجينات أخذت بس واحدة تمام عيني؟ هالي التوضيح اجي اخذ حسه امثلة على المركبات العضوية المشبعة امثلة على المركبات العضوية المشبعة سوف أعطيكم فقط ستة امثلة اللي هما مطالبين بيها من الميثان الى الهيكسان اجي على الميثان اللي هو شنو سيخته CH4 تمام عيني؟ CH4 يعني شكم ذرد كوربون وحده شون تكتب CH4H واحد هي اخذ شنو الميثان ايش يجي وراه ميثان ايثان سيتو اتش اش قد سيتو اتش سيكس اش كم درق كربون بيه ثنين هاي السيتو والاتش اه وش كم هيدروجين ستة واحد ثنين ثلاثة اربعة حمسة ستة الكربون يرتبط بش قد اربعة اواصل تساهمية الاربعة واحد ثلاثة اربعة اذا اني سمونا مشبع عليه نظرة الكربون يشبعت باربعة هادروجينات اتش اش اه وحدة ثلاثة اربعة منها كمرتبطة تمام زيان اخذ وراها شنو ش عندي بعد سي ثري اتش اجاد اتش ثمانية هذا شي سمونا البروبان هذا البروبان هذا مي ثان هذا إي ثان هذا البروبان واحد ثلاثة اتش 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 اذا ان اجيت له اجي احسبهن اذا اني ثلاثة بثلاثة ستة بثنين ثمانية هذا شنو البروبان احفظهن هذا الني تحتاجين بالرابعة والخامس والسادس ورا البروبان البيوتان بيو السي فور اتش عشرة يعني اش كم دورات كوربون اربعة به واحد اثنين ثلاثة اربعة واحد اثنين ثلاثة اربعة حمسة ستة ستة ثمانية ثسعة عشرة هذا شي اسمي قلني بيو تان ورا البيوتان شنو شعندي اجيب البيوت وبعدين اللي اجيب البنتان حتى قعدها بالبيوت البنتان اللي هو شنو سي فايف اتش اثنعش حمز ذرات كوربون احكتب هنانا واحد اثنين ثلاثة اربعة حمسة اتش ثلاثة اربعة حمسة اتش ثلاثة اتش ثلاثة اتش ثلاثة اتش اثنعش هاذا شي اسمي بيوتان بنتان عفوا بنتان شعندي اخر شي ورا البنتان سي ستة اتش ارباطعش اللي هو ياهوة يعني ست درات كوربون اللي هو هذا الحكسان واحد ثلاثة اربعة خمسة ستة اتش 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 لازم ارباطعش هيدروجين اخلي موطعش برات هيدروجين هذا اذا الهكسان فهذا اني امثلة على المركبات عضوية مشبعة مشبعة مستمرة مستمرة شوف لو تلاحظي كل المستمرة مبين تفرؤ لاني اول واحد ميتان اي تان بروبان بيوتان بنتان هكسان بنبتحان جاب لك اطيني مثال مركب عضوي مشبع مستمر اطيني وحده من هذا انت اختار تمام معيني هاي بالنسبة للمركبات العضوية المشبعة المستمرة ازيان هسا يريد من عندي امثلة للمركبات عضوية غير مشبعة هل اقسمها بالنص غير مشبعة مستمرة امثلة مركبات عضوية غير مشبعة مستمرة مثل ياش الغير مشبعة مستمرة قلنا الغير مشبعة يعني بيها اما تكون اصرتين تساهمية او ثلاثة اواصر تساهمية مثل ياش خننطيك مثال قلنا السي 2 اتش فور السي 2 اتش فور اللي هو يا هو السي 2 اتش فور بهذا هذا خرجنا السي 2 اتش فور اللي هو السي 2 اتش فور نوع من ا Exactly مثلا ما هذا غير مشبعة ايضا عندي ثلاث اواصر تساهمية بين البدارات الكربون منها اتش منها اتش ثلاث اواصر تساهمية ومستمرة مثل هذه المستمرات ثانية سلسلة متفرعة متشبعة سلسلة متفرعة متشبعة وهي السلسلة التي تضبط فيها ذرات الكربون فيما بينها في المركبات العضوية باواصر تساهمية بصورة متفرعة غير مستمرة وتكون مشبعة او غير مشبعة اريد امثلة سلسلة متفرعة مشبعة بيوتان متفرعة بيوتان متفرع بيوتان متفرع بيوتان يعني كم درات الكربون اربعة واحد ثلاثة مدام متفرع اطلع الفرع مين من النص هاي الرابح تمام؟ وخلي الهايدروجينو واحد مين ثلاثة أربعة خمسة ستة كل بضرة كوربون ترتبط بها أربعة تواصر تساهمية هادي بيوتان متفرع تمام عيني طلاب شي سمونه تسميمات ايزو بيوتان تمام؟ زيان خلي اخذ بنتان متفرع البنتان حمز درات كوربون واحد مين ثلاثة أطلع فرع منا أربعة وطلع حم فرع منا خمسة أستوزع الهايدروجينات كل درات كوربون أربعة تواصر تساهمية هادي شي سمونه ايزو بنتان 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 متفرع هذا متفرع يعني اذا قال لك أطيني أمثلة سلسلة متفرعة مشبعة مشبعة مثل ايزو بيوتان او ايزو بنتان ترسم لهذا او هذا تمام عيني؟ أسه سلسلة حلقية مغلقة ثالثا سلسلة حلقية مغلقة وهي السلسلة التي ترتبط فيها ذرات الكوربون فيما بينها أمساحها الأربعة فيما بينها في المركبات العضوية بواسط تساهمية بشكل حلقة مغلقة وتكون مشبعة وغير مشبعة مثل ايش؟ أمثلة سلسلة سلسلة مغلقة مشبعة مثل ايش سلسلة مغلقة مشبعة مشبعة مغلقة عني صير تكون مسدودة مثل ايش عندك؟ مثل عندك سايكلو بروبان البروبان قلنا ثلاث ذرات كوربون واحد ثلاثة 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 ثمين ثلاثة أربعة هذا الشيء يسمونه بيوتان حلقي أخذ بعض المثال أخذ البنتان ماذا يبقى؟ تبدو الثمان تبدو الثمان تبدو الثمان أخذ البنتان درسة أربعة هذا ما يسمونه بنتان حلقي أخذ آخر مثال ما يسمونه هكسان حلقي 1 2 3 4 5 6 6 6 7 7 8 9 10 12 13 15 15 16 16 16 16 20 21 22 23 24 24 25 25 28 29 31 32 31 32 6H6 تمام عيني وش عندي بعد عندي الفيونول الفيونول نفس البنزين بس هنا به شنو OH هاي شك يسمونه الفيونول شنو صيخته C2H5OH جيد حتى تذكر له يا عما هاي يا عما هاي الهايدروكاربونات هي مركبات عضوية هاي تعريفه مهم مركبات عضوية مكونة من الكاربون والهايدروجين هي داقول هيدروكاربونات يعني الهايدرو هو هيدروجين والكاربونات اللي هو الكاربون وتكون اما مشبعة او غير مشبعة مثل غاز الميثان والإثنين الميثان قلنا مشبع والإثنين غير مشبع سؤال ما المقصود بالهايدرو كاربون مشبع والهايدرو كاربون الغير مشبع مع الزنجابتك بالأمثلة كنت لكم يعني الهايدرو كاربون مشبع وهو المركب الأضغى التي تتكون من الكاربون والهايدروجين نقول هيدرو كاربون يعني هيدروجين وكاربون وارتطل في درات الكاربون مع بعضها بواسط تساهمية مفردة قلناها وتكون غير فعالة مثل الإيثان مثل الإيثان أو الميثان الميثان اللي هو مثل إيش الميثان لنرسمه هيدروجين 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 هيدرو كاربون غير مشبع وهو المركب العضوى الذي يتكون من الكاربون والهايدروجين نحن لها نفس الشيء وترتبط في ذرتين كربون مع بعضها بواسط تساهمية مزدوجة ثنائية وتكون فعالة مثل الاسترين مزدوجة تكون بواسط تساهمية مزدوجة او ثلاثية وتكون فعالة مثل الاسترين الاسترين هاي سيخته بواسط C2H2 يرسم ثلاثة أواصر تساهمية HFH هسه اجي اخب بعض من المركبات العبوية اول مركب عندي غاز الميثان اللي هو CH4 وهو ابسط مركب هادروكوربوني صيغته الجزائية CH4 حيث ترتبط في ذرة الكوربون مع اربع ذرات من الهادروجين بواسط تساهمية مفردة ان هذا الميثان CH4 ترتبط ذرة الكوربون باربعة اواسط تساهمية مع الهادروجين نجي على التحضير شون احضر غاز الميثان تحضير غاز الميثان مختبريا تحضير غاز الميثان مختبريا اوضح مع رسم الجهاز طريقة تحبير غاز الميثان مختبريا معزز نجابتك بكذابة المعادة الكيميائية يحضر الغاز من تسخين خلات الصوديوم اجيب خلات الصوديوم اللي هي CH3 COONA وياما نخليها مع هيدروكسيد الصوديوم اللي هو NAOH في انبوبة اختبار خلي خلات الصوديوم زائد هيدروكسيد الصوديوم وعرثا الى تسحين حرارة ويجمع الغاز الناتج بازاحة الماء الى الأسفل الماء الى الأسفل الماء راح يبقى لي جوه والغاز لي فوق ليش الغاز لي فوق لانا الغاز قليل ذوبان في الماء لانا الغاز قليل ذوبان في الماء راح يصير لي فوق والماء يبقى لي جوه ان معادلة مالتك انا اجيب اسخن خلات الصوديوم اللي هي صيغتها سي اتج تري سي او او ان اي زائدا هيدروكسيد الصوديوم انا او اتج تسخين اطيها علامة تسخين مثلت ماذا يضطيني يضطيني غاز الميثان او انا اريد غاز الميثان اريد احصل على غاز الميثان يوسيقى شنو سي اتج فور ازا اذن ش بقالي من المعادلة بقالي این اي تو ادي اين اي واحدة هنا ووحدة هنا يصار ن اي تو ازاي اين اي تو سي او ثري اين اي تو اي اين اي اين اي اين والس هى والس هي السي والآو ثري ادي فمية اوكسجين هنا هنا واحدة هي صار thirsty متك ب々 Alo معادلة موزونه ما قدا unlessها يتوازنها الرسم مطبو خواصه مهمة عديم اللون والرائحة ما بي لا رائحة ولا لون قليل الذوبان في الماء قابل الاشتعاء مكون بخار وثاني أوكسيجيك كوربون لا يذوب في الماء معادلة احتراق الميثان مهمة أجيب الميثان حرقة وين بالأكسيجين بالهواء حرقة شيطيني دائما أي مركب أضمنه حرقة يطيني زائد مي زائد طاقة المعادلة 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 هنا الاتش اربعة هنا اضرب هاي في اثمين من برابطة في اثمين الاكسيجين صارم اثمين اثمين ايه اثمين بثمين اربعة ناج قد عندي اثمين اضربها في اثمين اجي عن المركب الثاني اللي هو الافنين الشون احضر الافنين وضح مع رسم الجهاز واكتاوة المعادلة للكيميا طريقة تحبير غاز الافنين احضر الافنين احضر غاز الافنين من تسخون اجيب كحول الافنين اللي هي صيغتها C2H5OH ويا ما نخليها وهو حامض الكبريتيك المركز خليناها بالدورة حامض الكبريتيك المركز وكحول الافين حيث يقوم حامض الكبريتيك شاستفاض يقول لك ليش اخلي حامض الكبريتيك ينتزع جزئ الماء من تركيب الكحول هذا هو الكحول C2H5OH اللي هو كحول الاثيل الكحامض الكبريتيك راح ينتزع جزئ الماء من C2H5 طبعا العملية راح تتم 170 درجة سليزية ويجمع غازل الثنيني الناتج بزاحة الماء الى الاسفل المعادلة ماتي C2H5OH اللي هو كحول الاثيل ويامن ويال H2SO4 عامض الكبريتيك الشيطيني طيني C2H4 زا اذا H2O تمام معيني الخواص الفيزيائية والكيميائي للاثنين حديم اللوم لا يذو في الماء يشتعل بلهب داخل مكونا بخار الماء وثنائي اوكسيد الكاربون يشتعل بلهب داخل مكونا بخار الماء وثنائي اوكسيد الكاربون المعادلة ماتي C2H4 يشتعل يعني يشتعل بالغاز ويال اوكسيجين بالحواء شيطيني يعني CO2 دائما المركب الاضوي من احرق يطيني CO2 زا اذا H2O تمام رابعا يتفاعل مع ماء البروم ويزيل لونه عندي اخر شيء الاستنين وهو مركب هادروكاربوني غير مشبأ سيغته الجزائية C2H2 ترقب في ذرات الكاربون فيه بواسر تساهمية وضح مع رأس المجهز وكتابة المعادلة الكليميائية تحضير غاز الاستنين مختبرين يحضر من تفاعل كاربيدي الكاليسيوم CA C2 مع الماء حيث يوضع كاربيدي الكاليسيوم في دورق التحضير ويضاف اليه الماء من خلال الانبوب المقمع ببطء وبصورة تدريجية نلاحظ حدوث تفاعل نهاية المجهز تجونا ترجمة ونصف فهو جربة وممتاز وترجمة ويغتس ويغتس الانبوب وخروج غاز الاستينين الذي يجمع في القنينة بزاحة الماء الى الاسفن تأتي بهذه الطريقة تحضير صناعية في الوقت نفسه المعادلة المالتي CAC2 كاربيد الكاليسيوم زائدا ماء H2O شي طيني C2H2 اللي هو الاستينين للغاز اللي اريده انا زائدا C A O H B A 2 فقط هنا اخلي اثنين حتى تتوازن المعادلة اخر شي الخواص الاستينين عديم اللوم براعة اشبع راعة الثوم لا يدوب في الماء لذلك يجمع بزاحة الماء الى الاسفر يشتعل في الهواء باللهب داخل في ماء يشتعل في الوكسجين باللهب ازرق باد مع تولد حرارة عالية رابعا يتفاعل مع البروم الاحمر ويزيل لو لك هنا نحتم المراجعة المركزة على سبيلات المراجعة الى الانتخصة اشتركوا في القناة